السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم حبابي في قناة من عوعد دي النهاردة هقدم لكم بقى حاجة بصوا انا فعلا اقتنعت بالمثل اللي بيقول ايه ان العين بتفلق الحجر والله العظيم تلاتة انا من عارفة اقول لكم ايه بس هي يعني حصلت معايا حاجة اول مرة بصراحة تحصل لي يعني اول مرة يحصل لي الموقف ده انا دخل عندي في البيت ناس اه الكلام ده يعني مش من زماني يعني الكلام ده لسه من نص ساعة او من ساعة تقريبا اه دخل عندي ناس لقوني كنت طبعا بصور الفيديو اللي انا كنت هنزله بتاع الروتين بتاعي النهاردة فبعدين اه و انا بصور الفيديو طبعا هما لما ايجوا ما انا وقفت تصوير وكده وده يفتهم يعني عادي يعني زي اي اضيف بيجي البيت انت بالضيفية فبعدين بقى اتلاقيت اه بقولوا انت بتصوري قلتلهم اه بصور ليه في ايه مش عارف في ايه اه حسكنا ان هما كلامهم يعني في انتقاض شوية وبعدين اه يعني قلولي يعني انت زي بتصوري وبتطبخي في وقت واحد او انت زي يعني اه يعني اه بجمع بين يعني بين حياتك وبين التصوير وبين القناة وبين اي حاجة طبعا مع اولادي والكلام دوت بتقولهم عادي يعني انا بصور الروتين عادي وببقى شغالة في قلب البيت عادي يعني هو الروتين هو ده اللي بعمله في اي بيدي لا زيادة ولا اقل وبطبخ برضو اكل عادي يعني وبعدين وقفت طبخته كده وهم موجودين اه اه ازا ما انتو شايفين كده دلوقتي يعني الحمد لله بعد ما الكلام خلص وهم اه اه غاروا في ستين دهية اه زي ما انتو شايفين كده اه اه ده الحل ده اخر طبعا العين انا كايت دايما حماتي كايت تقولي اه السم في اللسان يعني حتى لو انت بتتكلمي كلام عادي يعني مفيش في اي حاجة اه اه ومش قصدك في الحسد ولا حج ولا غل ولا اي حاجة في الدنيا ممكن بس الكلمة انت تطلعها من بوقك اه 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 الكلمة دي تحسد او الكلمة دي تأثر عليه قدامك اه اه فانتو لب تعملوا كده انا عايز افهم يعني انا عايز افهم هما يعني للنس بقيت بتحجد للدرجة دي لان الناس تحب تشوف الناس ان هي بتحجد عليها مانش عارف والله العظيم اقول لكم ايه انا اصلا يعني بصوا انا زعلانة على اللي حصل ومكنتش يعني يعني هي اه حالة الرز بازت بس يعني في داهية بستين داهية بس طبعا هي مش هتجعل حالة الرز بس يا طبعا العين بتبقى وحشة في كل حاجة بتبقى في الولاد بتبقى في البيت بتبقى في الصحة بتبقى في على في كل حاجة فانا مش عارفة انا منش عارفة عباللوك والله للعظيم عن اللي حصل يعني طب انتي ليه يعني بتتكلم الكلام دوت او ليه يعني يعني انتي بتحسديني علي ايه مثلا يعني علي القناة القناة طب حانة فيها الدم بقالي سنة آآ بقع بوشأ فيها كل يوم كل يوم كنت بنزل فيديوهات كل يوم كنت بشتغل فيها التصوير طبعا وولدى في المدارسique وغير ما تكون حد عند تعبان في قلبي البيت حاجات كتير اوه احنا بنمر بيها ما تفكروش الفاتح القناة دوت مرتاح لأ مهوش مرتاح وبعدين من ضمن الكلام الهي كلمت هول قالت الانتكاب تطلعه اسرار بيتك لأنا مش اسرار بيتي انا مباجيش اقول لك مثلا انا اتكلمت مع جوزي مثلا اقول انا اصلت الكامرة على وشي واقول مثلا انا اتكلمت مع جوزي في الموضوع الفلان او احنا اتكلمنا في كذا اواجي مثلا احنا لن ااحتي كذا اواجي مثلا ان كلام حصل بينه وبين بنتي اقول لكماماوبان ا peaks ل usual ما اصلش في حياتي دخلت اي حد في حياة الشخصية حياة الشخصية دي تخسني انا اصد مزاح shad تاني ونشتب ان القناة الان 나 بحاول اوللي الناس اللي انا أعاوز اورّه لهم اللي انا اعاوز اطلعه لهم اللي انا انا للد lei علي حاجة العادية بها موجود تلك اللي انا انا أريد ان ورهم لكن لم يعني ان انا مثلا بنزل فيديو على القناة ان انا ان انا كده بطلع اسرار بيتي بقى او ان انا بتكلم اا بطلع اا يعني بفتح بيتي للناس لأ طبعا لأ طبعا اللي فاهم الكلام ده الكلام ده غلط اكبر غلط والله العظيم اقسم بالله العظيم انا في حقيقة ما طلعت سر بيت الحد انا ما طلعت سر بيت الحد ما بتكلمش بحاجة تخصني لأي حد يعني اا القناة ماشي القناة انا اللي انا بطلعه على القناة اا ده بيبقى شغل وتعبي في قلب البيت لكن بطلعش سر بيته مش معنى ان انا مسلا واقفة بعمل روتين او ان انا واقفة بعمل الطبخة مسلا انا عوز الناس تشوفها ممكن انا بوري حد مش عارف يطبخ هو لازم اللي انا مسلا اما فيش حد بقى فيطبخ لا طبعا الناس كلها بتعرف تطبخ بس كل واحد وليه طريقة كل واحد وليه نفس في الاكل فهو كل واحد وليه نظام في حياته انتو ممكن تعجبك حاجة في حياتي تعمليها انا ممكن يعجبنا حاجة في حياتك اعملها مفيش حاجة عاجي ايه المشاكل في كده مفيش اي حاجة في كده بس انك انت ديجي يعني ترسل الكلام في وشي يعني تبوز حياتي لا لا لحد كده وقافي لحد كده وقافي وانا بقول لك هوم تسمعوا اكيد هتشوف الفيديو لحد كده وقافي حرام عليك ابعد عني وعن بيته وعن اولادي والاخر مرة هقول هالك لان انا اصلا يعني كفاية اللي حصل انا لسه هوريكو دلوقتي الرز عامل ازاي والله العظيم هوريكو يعني بصوا انا هوريكو اها بصقها زي ما انتو شايفين انا حتى الرز لسه بطلع منه دخاني يعني موش حاجة مسلا اه من فترة مسلا ولا حاجة بازت مني وانا طالع اقول كلمتين لا والله العظيم ده اللي حصل معاي شايفين الرز حصل اقول له ايه اقسم بالله الاكل كله باص اها شايفين عامل ازاي ده من نتيجة ايه ده من نتيجة العين والحسد انه احنا ديجة تديك بقين كده وانت قاعدة بحالك كده ملكيش ضعوة بحد يباوزوا اي حاجة قدامك ممكن تجي في عيل ممكن تجي في جوزك ممكن تجي في صحتك ممكن تجي في اي حاجة يعني انا بحمد ربنا وبشكره انه هي ايجت في الاجل مجاتش بحدي من عيالي مجاتش في جوزي مجاتش في الحمد لله يعني هبسكر ربنا فخلي بالكوا جدا والله العظيم بجد خلي بالكوا جدا من الناس دي فيه ناس حقودية بتبقى كتير قوي وبنبقى معاشرين يعني احنا فيه ناس بنبقى معاشرين ههم حقودين عاوزين يعرفوا كل حاجة عنكم ملت ما تعرفش عنهم اي حاجة دي ناس غلوية قلبها سويد شايفين كنت احسن منهم خلوا بالكوا منهم ما تحاولوش تأمنوا لحد وما تحاولوش تقلوا اي حد يخشوا بيوتكم اهه زي ما انتو شايفين شايفين الحلة والله العظيم الحلة بازت يعني الحلة دي عشان ننظفها هتعفها جامد هتعفها بجد جامد يعني بصوا اها يعني مانش عارف اقولوكوا اي هو المنظر يعني ما مانش عارف اقولوكوا اي اها بصوا اها شايفين القفل بقى عامل ازاي اه ده حلة رز انا عمري في حياتي ما في طبق رز واحد باز عندي ما فيش طبق رز واحد باز عندي يعني انا باسم الله ما شاء الله انا بطبخ كلهم كيلو ونص رز كيلو ونص رز يعني باسم الله ما شاء الله والله العظيم في حياتي ما في طبق رز باز عندي ولا في حلة عندي في يوم من ايام ملعب بالولع الدي ولعب فيها ديك كده اتلاقي بنت الزغارة طلعة تجي تقولي يا ماما الحقي الحقي الحاجة بصة تلاقي العين ولع على الحلة والولع والحلة ولع كده ها عشان خاطر كلمتين من واحد هايفة ما لهاش رحت اللازمة تطلع تسمعني كلمتين كده القاه بدحك دحك او زفت اعلى بماغي انا عايز اعرف قال لو كنت ولعت دلوقت ولا بيت ولع ولا اي حاجة ولعب كان هيحصل ايه كنت انت عد في ديني حرام عليكم بقى سيبوا الناس في حالها سيبوا الناس في حالها الناس فيها اللي مكفيها بقى لاش تحكروا على العالم بالشكل ده كده حرام كنات ايه كنات ايه كنات ايه انا كنات ايه انا كنات صغيرة وعلى قدي ما تفكراش يعني اللي انا بيخش لي منها انا لسه لغاية دوتو ما ابطش ايه لسه متفعالة بقى لأسبوعين عشان اللي بتتكلم انت عالقناة انا ما نش فاهمة بالضبط انت تاني يعني انت عاوز ايه يعني ما نش فاهمة يعني انت عاوزة تخريب علي ولا انت عاوزة ايه ما نش فاهمة انت عاوزة مني ايه خليك فحالك بقى وسبيني فحالك انا ما نش عارف اقولك ايه والله العظيم ما نش عارف اقولك ايه بجد والله العظيم خلي بالكو من الناس اللي بتخش بيوتكو ما تخلوش اي حد يعكر ماذاكو ما تخلوش لو استمعتو اي كلمة فارغة من اي حد قم افتح بيب شقتك وقلوه اتفضل برا على طول والله العظيم افتح بيب شقتك وقلوه اتفضل برا انما انا سبتها قلت اكرام اتضف واجب وعشان قلت اكرام اتضف واجب ده اللي حصلي الاكل كله عندي باز كله وحيات ربنا باز وحيات ولادي حكت البيت كلها بازت الاكل كله باز وربنا يسر ربنا يسر على اللي جاي عشان طبعا العلة ما بتيجى ولا حد بيحسن حاج بتقصف الكل ما بتخليش لكبر ولا صغير هقول ايه غير ان هقولك حسب الله ونعم الوكيل في كل كلمة انت قلتيها ولو انت بنيتك اي حاجة وحشة ليا عند ربنا اللي عند ربنا ما بيروحش مش هقولك اكتر من كده والله العظيم تاتم هقولك اكتر من كده حسب الله ونعم الوكيل فيك وفي اي حاج في اي حاج تزعلوش مني عشان انفعلت شوية بس والله العظيم انا بحرق دمي جدا لو انت خلت تجرب البلاغ كونا فعلا اتلاقيت الحلة ولعة والدنيا ولعة عند في قلب المطبخ فاقول ايه حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل وهقول لكم الاخر مرة خدوا باركم الناس اللي بتخشوا بيوتكم بتبتحاش بيوتكم اي حد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة